بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت اليوم المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق لملاحقة خلايا داعش الارهابي في محافظة ديالة العملية حققت نتائج ميدانية مهمة ففي المحور الأول تمكنت قوات الرد السريع ولواء المهمات وشرطة ديالة من العثور على حزام ناسف وأربعة صواريخ قاذفة وتجهيزات طبية في منطقة شيخي كما عثرت على عبوات ناسفة وضمن محور شرطة ديالة لواء المهمات الخاصة تم العثور على عبوة ناسفة وأربعة أوكار وأسلحة واعتدة مختلفة أما نتائج لواء مغاوير قيادة عمليات ديالة الواء عشرين في الشرطة الاتحادية فكانت العثور على وكر يحتوي على هاتف النقال وعبوة بلاستيكية تحتوي على مادة السيفور وحزام ناسف وأسلاك نحاسية ومصطرة تفجير فيما تمكن محور الحجد الشعبي من العثور على وكر تم تدميره تحت السيطرة ترجمة نانسي قنقر